وصل قوات الاحتلال التركي عدوانها على القرى والبلدات الواقعة في محيط انتشار التنظيمات الارهابية الموالية لها حيث استهدفت بقذائف المدفعية والهاوين عددا من القرى بريفاء الحسكة والرقة مصادر محلية قالت ان عددا من قذائف المدفعية والهاوين مصدرها الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفت قريتي زهيرية وخراب رشك بريف المالكية شمال مدينة الحسكة كما استهدفت احدى القذائف محيط معبر سيمالكا ما ادى الى وقوع اضرار مدية في المنازل والممتلكات وفي ريف الرقة قالت ذات المصادر ان قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الارهابيين استهدفوا بعدد من القذائف قرية الهوشان بريف تلبيض شمال الرقة اضافة الى استهداف محيط الطريق الدولي انفور ما ادى الى وقوع اضرار مدية وشهدت الايام الماضية كثافة في اعتداءات قوات الاحتلال التركي ومرتزقته على ارياف حلب الرق والحسكة ما تسبب باستشهاد وجرح عدد من المدنيين اضافة الى دمار في المنازل والمنشآت الحيوية اخرها كان خروج منشآة توليد كهرباء السويدية عن الخدمة جراء استهداف معمل غاز السويدية بريف مدينة المالكية من قبل الطيران التابع للاحتلال التركي جير مياه الحسكة بينا ان قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في ريف رأس العين يستمرون بالتحكم في تشغيل محطة علوك والتعدي على الشبكة الكهربائية المغذية لها ما ادى الى توقفها عن العمل اضافة الى منع ورش الصيانة التابعة للمؤسسة من دخولها للصيانة ابارها وتجهيزاتها يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق اهالي مدينة عفرين والشمال السوري المحتل حيث اكدت منظمة حقوق الانسان على قيام المحتل التركي وعصاباته الاجرامية بتهجير اكثر من 300 الف مواطن من سكان المنطقة وذلك ضمن عمليات التغيير الديمغرافي الذي ينتهجه المحتل التركي ميليشيات اردوغان سرقت ونهبت خيرات سوريا وادخلتها لتركيا وكأن اردوغان يحاول اصطاح الاقتصاد التركي عبر سرقة مقدرات سوريا وبيعها في الاسواق العالمية واكدت منظمة حقوق الانسان انه منذ احتلال المنطقة اقدم المحتل التركي ومرتزقته على اختطاف اكثر من 7000 مواطن بينهم نساء بالاضافة لارتكابهم جرائم حرب وقتل 664 مواطن هناك ارقام اكبر من التي يتم ذكرها وتداولها في التقارير الحقوقية والمنظمات الانسانية بسبب التعتيم والتكتم الحاصل لدينا معلومات تؤكد ان عدد القتلى والمفقودين في افرين فقط وصل ل15000 منذ دخول تركيا واتباعها لهناك وبينت المنظمة ان المحتل التركي وعصاباته اقدموا ايضا على قطع اكثر من 400000 شجرة زيتون بالاضافة للاشجار الحراجية وحرق اكثر من 17000 شجرة ناهيك عن سرقة محاصيل الزيتون وتدمير 96 موقعا اثريا بعد سرقتها ما يؤكد على ان المحتل التركي هدفه الاضرار بسوريا وشعبها وتدمير ارثها الحضاري والثقافي اشتركوا في القناة